استقبل مجلس النواب وفدا طلابيا من عدد من المعاهد وذلك لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشيعية والحياة السياسية في مصر وتم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقات المجلس شاملت زيارة المتحف والباهوة الفرعوني ومكتبة المجلس كما حضر الوفد الطلابي جانبا من الجلسة العامة للمجلس لتعرفه عن قرب على الدور المنود بمجلس النواب وآلية المناقشات اشتركوا في القناة